قال ذلك الفوز الأعظيم ثم قال جل وعلا وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله المعذرون وفيها قراءة المعذرون المعتذرون بشكل عام المعذرون هم المعتذرون من الأعراب جاءوا يعتذرون لأنهم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الغزوة في غزوة ثبوك الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أصناف وإلا البقي كلهم خرجوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يخرجوا ولم يأذن لأحد صلى الله عليه وسلم والذين لم يخرجوا مع خمسة أصناف الصنف الأول من أمرهم النبي بالبقاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم اثنان محمد بن مسلم وعلي بن أبي طالب أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن النبي أمره أن يبقى ليرعى أهل بيته وأما محمد بن مسلم رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى أميراً على المدينة حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة هذا القسم الأول القسم الثاني هم من ليسوا من أهل القتال كالنساء والصبية والشيوخ والمرضى والزمنة والعبيد هذا ليس من أهل القتال أصلا وهذا بقوا في المدينة القسم الثالث وهم الذين لم يجدوا ما ينفقون ما عندهم سلاح ما عندهم فرس يقاتوا عليه أو حمار يسافرون عليه أو جمل أو ما عندهم شيء أبدا هذا القسم الثالث القسم الرابع المنافقون الذين تخلفوا عن نبي صلى الله عليه وسلم عمدا القسم الخامس وهم المذنبون من المؤمنين وهم عشرة وسيأتي ذكرهم إن شاء الله تبارك وتعالى فهذه الأصناف الخمسة هي التي بقيت في المدينة وإلا كل أهل المدينة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبو والعجيب أن هذه الغزوة لم يكن فيها قتال بل فر الروم وفر نصارى العرب وتركوا الغنائم ورجع بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعركة معركة تبوك يقول الله تبارك وتعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم أي ليسامحهم النبي صلى الله عليه وسلم والأعراب هم الذين يعيشون خارج المدينة لأنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يخرجوا أمر الأعراب الذين حول المدينة أن يخرجوا معهم كذلك الجهاد وهم مسلمون لا يعيشون في المدينة وهم الأعراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة فإنهم قالوها الشهدوا أن لا إلى الله وأن محمد رسول الله فأمرهم بالهجرة فإن أبوا فإنما هم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفئي حق فهؤلاء أعراب المسلمين الذين يعيشون خارج المدينة أمرهم النبي بالجهاد معه صلى الله عليه وسلم منهم من خرجوا منهم من لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله جل وعلا وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم رجع المعذرون لما رجع النبي جاءه المعذرون من الأعراب وهلاء المعذرون أي المعتذرون من الأعراب جاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم وجامع غيرهم لكن لم يذكر وهم المنافقون وهذا سيأتي ذكرهم الآن لكن هنا ذكر المعدنين من الأعراب قال أهل العلم هؤلاء المعدنين من الأعراب أقسام منهم من كان له عذر فعلا لكن كونهم ليسوا من أهل المدينة فأعذارهم عندهم قسم ثاني عندهم أعذار لكن ما ترقى إلى أن تكون سبباً لامتناء عن الجهاد يعني أعذار غير مقنعة وجاء آخرون عندهم أعذار كذب يكذبون ما عندهم أعذار لكن يزعمون أعذاراً يؤلفون أعذاراً يكذبونها بهذا فالله تبارك وتعالى يعني تركهم قال هم اعتذروا لكن الأمر عند الله يقبل عذرهم أو ما يقبل عذرهم هو العليم سبحانه وتعالى بهذه الأعذار هل هي حقيقية أو لا هل هم صادقون أو غير صادقين قال وجاء المعدرون من الأعراب ليؤذن لهم أن يسامحوا قال وقعد الذين كذبوا الله ورسوله الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين بعضهم ما جاء إلى النبي والاعتذر وبعضهم جاء واعتذر مع الأعراب فالآن هم خمسة أقسام وسيزيدون إلى قسم سادس قسم من الأعراب جاء واعتذر وكان له عذر قسم من الأعراب جاء واعتذر والعذر غير مقبول يعني ما يرقى إلى أن يكون عذراً وقسم من الأعراب جاء واعتذر كذباً وزوراً وقسم من أهل المدينة اعتذروا من المنافقين كذباً وزوراً مع الأعراب وقسم لم يعتذروا أصلاً وقاعدوا وتركوا الاعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم كأن شيئاً لم يكن يعني كأنهم ما سووا شيء أبداً كأنهم ما أخطأوا في حق الله تبارك وعلي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم في قسم سادس سيأتينا وهم العصات من المؤمنين وهم عشرة كما سيأتي ذكرهم إن شاء الله تبارك وتعالى إذن هذه الأقسام الستة الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وجاء المعدرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم وعيد من الله تبارك وتعالى أن هؤلاء سيصيبهم من الله عذاب أليم لموجع بسبب ما قاموا به من الكذب أو الخيانة أو الجبن أو الإعراب أو غير ذلك من الأمور التي وقعت منهم والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته وكما سيصيبهم من الأمور وكما سيصيبهم من الأمور